نفى المركز الأعلمي لمجلس الوزراء وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية وشددت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي على توافر كافة الأدوية بشكل طبعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام أو المستزمة الطبية الخاصة بمرضى الأورام وذلك دون وجود أي نقص فيها وأكدت الهيئة أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام مشيرة إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية وأدوية الأورام محليا